اتينك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزال محسنى الله 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 يا الله 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 لا إله إلا الله وعوتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عوتنا مساكنك الشعث قد وله بحبك إذ هو أقصى المنى أتينك بالفقر يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزال محسنى الله فتح الله عليكم السيدة من الحلبي الفنان والمنتج السوري أهلا وسهلا فيك طبعا معنا في هذه الحلقة من على ضوء القمر أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد عبد العزيز الكاتب والباحث المصري أيضا معنا في هذه الحلقة وأهلا بكم أزالنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم على ضوء القمر في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك نرحب بكم مرة أخرى وبضيوفي ونبدأ بالنقاش والحديث مع أستاذ محمد عبد العزيز أنت كاتب وباحث معروف لديك بعض المؤلفات المتعلقة بالسير الذاتية والمذكرات وما إلى ذلك وتحديدا لديك كتابان أحدهما اسمه مودة الغرباء أو الغرباء فعلا حكايات من السير الذاتية والمذكرات والآخر كتاب الأنس بالراحلين أمسيات مع السير الذاتية اسمح لي في بداية أن أطرح سؤالا عاما عن القراءة ثم عن الكتابة كيف يمكن أن يبدأ بها الإنسان أو يستطيع الإنسان أن يعيش هذه الأجواء من القراءة والاطلاع ثم لاحقا من الكتابة في ضوء صخب التكنولوجيا وإيقاع الحياة المتسارع الذي نعيش فيه هذه الأيام صحيح يعني حضرتك ذكرت في البداية هذا الصخب التكنولوجي الذي يسيطر هنا الإشعارات المستمرة من الهواتف لإنشغال بهذه المقاطع القصيرة والأخبار العاجلة وتعمل بشكل نبضات كأنها تستفز الإنسان وتشد انتباهه بشكل كبير القراءة هي توقف هذا الأمر وتعطيك فرصة لفهم الأمور بشكل أعمق وأكثر هدوء ورواء على أن تفهم تاريخ القضية إذا تقرأ فيه موضوع تفهم فيه تستوعب تاريخه وتكون رأي مركب وليس بسيط ليست على شكل الكابسولات السريعة بل على شكل الاستفاض لأن الإنسان يريد أن يفهم المسائل في التاريخ كذلك في الشخصيات يرى الجوانب الإيجابية منها والسلبية منها لا يأخذ لون واحد أو أبيض وأسود هناك مساحة للرمادي حتى فيه حكما على الشخصيات التاريخية فهذا النفس الطويل يأتي مع هذه الجلسة التي تمنحنا فتح الكتاب والقراءة والاستغراق فيه حتى تبعدنا عن مشاكلنا عن يومنا عن الأشياء التي تضغط على أعصابنا تسحبنا إلى أقوى أخرى في الرواية أنت تعيش أقوى الرواية أقرأ في رواية جنتلمان في موسكو عن شخص حكم عليه بعد الثورة الروسية التحاد السوفيتي بالعزل في أحد غرف الفنادق على السطح بعد أن كان من الأسرة الحاكم أنت تعيش مع أجواء الثورة الروسية وأجواء العزل والحياة الجديدة التي يمر بها أنت تنتقل من مكانك إلى عالم آخر إلى عالم البطل وهذا بلا شك يهدئ من نفس وروح الإنسان وإذا هناك فائدة من القراءة هي أن نستوعب الأمور بشكل أعمق فهذه فائدة عظيمة كيف يستطيع الشباب اليوم أن يحصلوا هذا الجو المناسب للقراءة يعني أن يصنعوا بيئتهم الخاصة للقراءة والإطلاع علما بأن كثير من الناس ونحن منهم نشكوا من قلة القراءة إلا أننا في اليوم نقرأ أحشرات الصفحات إن لم تكن مئات الصفحات دون أن ندري من خلال مطلعتنا لكل الإشعارات التي تصلنا عبر واتساب، فيسبوك، تويتر وغيره من التطبيقات الموجودة هل تعتقد أنت تسير بخطة واثقة في هذا المجال في مجال القراءة والكتابة من جيل الشباب طبعا حاليا هل تعتقد أنه ممكن أن الإنسان يصنع هذه البيئة؟ يعني أعتقد إذا خصص لنفسه يعني زاوية في اليوم في آخر اليوم بعد أن ينتهم المهام الأساسية سيكون له علاقة خاصة مع الكتاب بعيد عن الهاتف وبعيد عن هذا التضفق الذي هو سريع والمشكلة أحيانا في إيجاد الكتاب الممتع يعني أحيانا نقول أن مشكلة الناس مع القراءة هو أنه يحصل على كتاب ممتع ومفيد ويهمهم يعني ما السؤال الذي يريد أن يبحث فيه؟ يريد قراءة كتاب تاريخي يبحث عن كتاب تاريخي ممتع لما بالمسألة أعطانا تاريخ بها عندما يصل إلى هذا الكتاب أصغ فيه أنه سيستمتع وسينصرف إليه وسحاول أن يفهم لكن أحيانا اختصار الناس تريد الإجابات المختصرة والسريعة لا يعطيهم هذا النفس أنه يستغرقوا في قراءة الأعمال وأيضا ما تمنحنا هو القراءة أحيانا الكتب أنا مهتم بالسيرة الذاتية والمذاكرات هو أنك تبدأ مع رحلة الشخص من الشباب إلى الشيخوخة إلى نقاط المجد والذروة أو حتى نقاط الضعف والمرض هذه يعني رحلة لا تقدر بثمن عندما تأخذ هذه الحصيلة من الخبرات والتجارب هذه فرصة للتعلم ليس المجانية أنت تدفع الضريبة من وقتك وما لك حتى إذا كان كتاب غالي وتعطيه من هذا الانتباه حتى تتعلم يعني هذه تجربة فكرية وإنسانية تثري حياتك وما بالك إذا أحد الشيوخ أو أحد الكبار في العمر مر بتجربة عظيمة وقال أهل أم أحكي لك ما مررت به هذا الكتاب يعطيك هذا يعني زبدة التجربة مقابل أن تركز معه يعني أن تصغي له السمع وأن تهتم بما يقول أظن ستكون أمام تجربة عظيمة شرط الحصول على الكتاب الجيد نعم سنأتي إلى السؤال عن الكتاب الجيد وكيف نحصل عليه وسهلا فيك مرة أخرى حياكم الله سعادة الموجودة من أطياف الجمال في هذه الحياة الدنيا هو الاستماع إلى هذه الأصوات العذبة التي نسمعها كل يوم في شقشقة العصافير في هدير البحر في صوت أصوات الهادئة الجميلة مثل صوتكم وخاصة إذا اجتمعت هذه الأصوات العذبة مع الكلمات الهادفة فإن لها أثر عظيم على النفس البشرية وهي تخرج الجمال الكامل في نفوس الناس لديك رحلة طويلة نسبيا مع هذا الفن الجميل الهادف ما بين اختيار الكلمات ثم تلحينها وتوزيعها حتى تخرج للمستمع بهذا الشكل الذي استمعنا إليه قبل قليل كيف تتم هذه العملية؟ الفن أول شيء شكرا لكم على الاستضافة شكرا لنظيف الحبيب وشكرا لك ولجميع القناة الحبيبة أقول الفن هو يعني عصارة ثقافة هو عصارة فكر هو ابن بيئته كما يقال فكان يحكي أخي محمد عن جودة أو رداءة الكتاب كذلك الفن يعني يوجد فن رديء ويوجد فن جيد فسبحان الله يعني إذا تعرض الناس للفن الهابط حقيقة أذواقهم تهبط مع هذا الهبوط قالوا قديما الحب سامي إذا علقته بسامي سما وإذا علقته بحقير دانا كذلك الفن إذا علقته بأمور عظيمة وبأمور جميلة وبأمور رائعة ورفيعة قدت هذا المجتمع إلى هذا الجمال إلى هذا الأفق الواسع حقيقة مراحل الإنتاج تبدأ بفكرة كمن يؤلف كتاب تستلهمني فكرة معينة أكلف بها شاعر هذا الشاعر يصوغها بوزن معين ثم تنتقل إلى مرحلة نحن نسميها بالعامية الروتشة فمن الروتش هذا البيت نسبقه قبله نحذف الكلمة الفلانية نستبدلها إلى أن تصبح القصيدة يعني معدة إلى الزفاف إلى عرسها كما يقال فمباشرة نبدأ بتلحين القصيدة ثم يأتي بعدها أيضا نقاط لهذا اللحن هل هذا اللحن جيد؟ هل مسروق؟ هل يشبه الأغنية الفلانية؟ أو النشيد الفلاني؟ بعد ذلك تدخل في معترك التنفيذ الموسيقي والإيقاعي والكورال ثم الصولو ثم آلات اللايف وإلى أن تصل إلى مرحلة الميكس والماسترينج ثم تخرج إلى آذان الناس بحلتها القشيبة إن شاء الله تعالى 23 سنة في الإنتاج لن أختصرها ببضع بقائق لكن أستاذت أن تلاحظ معي أنه رغم تسارع الأحداث وخروج أصوات كثيرة وطغيان الغناء بالمعنى الهابط بين القوسين من حيث الكلمات ومن حيث الموسيقى ومن حيث الأهداف منه ظل هذا الفن الهادف محافظا على مكانته في الحقيقة يعني قل ما تجد حفلا إلا ويصدف فيه أحد المنشدين خرجت أصوات نبيلة ورائعة إبان الثورات العربية في أكثر من مكان عربي وإلى اليوم الناس ما زالت تطلب هذه الأصوات وتطلب هذا الفن الهادف في كثير من المهرجانات والمحطات وهناك بعض المنشدين الكبار في هذا المجال لهم ملايين المتابعين كيف يمكن المحافظة على هذا الزخم والاحتفاظ بهذا المستمع إلى جانبكم لأن هناك طغيان واضح من الأصوات الأخرى ذكرتني بمنشور لأحد الكتاب نسيت اسمه بيقول لكثرة البرامج التي لن أذكر اسمها نعم برامج كثيرة برامج الغناء واستقبال الهوات والراغمين بخوض هذا المستمق على أقول هذه المعركة يظن الرائم من بعيد أن العرب والمسلمون مونا أصهم إلا أصوات جميلة نعم وكأننا حرغنا الأرض وأفلنا العلم وخلاص فالهجمة شرسة جدا ضد كل ما هو خلوق ضد الخلق وصاحب الخلق يعني ضد الفن نفسه ومعاييره الحقيقية وضد الناس الذين يكافحون في هذا المجال ليقدموا يعني ليستمروا في تقديم كل ما هو نظيف وكل ما هو أنا أقول كل فن غير ملتزم هو ليس فنان أصلا هو يعني سميه ما شئت لكن هم ألبسوه لبوس الفن فلكي نستمر يجب أن يتوفر عدة شروط من أهمها أن يكون الفنان يعني إيمانه بالله سبحانه وتعالى يعني ألا تغريه أضواء الشهرة ألا تغريه يعني ألا يتخلى عما تربى عليه هذا أولا أن يظل متمسكا مهما قل ومهما ندرى المتابعون الأمر الثاني إيجاد الفن هو عدة محاور من بين هذه المحاور سنأتي إلى المحور الذي يتعلق بالدعم المالي والإنتاج لكن يعني يجب أن يخلق الفنان لنفسه مهما صعوبة الظروف ظروف ملائمة لاستمراره والاستمرار هذا الفن كي لا تبقى الساحة لمن هم يعني دون هذا الرقم وهذا لا ينطبق فقط على الفن الهادف أستاذ محمد إنما ينطبق أيضا على الكتاب والقراءة والكتابة يعني سواء في عدم وجود مؤسسات حاضنة للكتاب والقراء في عالمنا العربي والإسلامي للأسف الشديد مؤسسة داعمة مؤسسة توفر الكتاب بأسعار جيدة وأنا أقول للناس اقرأوه يعني ماذا يقرؤون في هذه الحالة وأنا يعني ما هو مع ضعف هذا الدعم لا يعني أنا دائما أبشر بالقراءة والتثقيف لكن في هذا التبشير لا أريد أن أقف عند هذه العوائق يعني عدد الكتب المنشورة بين أيدينا على الإنترنت هذه يعني هذه ضخمة هذه ضخمة يعني يبقى أن نقرأ يعني في قصدر كتاب مؤخرا بعنوان إعادة استكشاف الترس الإسلامي أو العربي والإسلامي لمؤرخ في جمع شكاو اسمه أحمد الشمسي في هذا الكتاب يؤرخ لنا أحمد الشمسي عن ظهور الطباعة وعن انتشار الكتاب العربي والإسلامي لكن الانطباع الذي شعرت بي وانا أقرأ الكتاب هي نظرة الكتب يعني كان أحيانا في مدينة واحدة مثل القاهرة لا تجد تفسير الطبري في مدينة ضخمة إلا عند المفتي مثلا أو كده أو عند الشيخ الأزهر ولا نجد مخطوطة كاملة من كتاب الأم الشافع إلا في مكتب في إسطنبول كتب لم تكن في أيدي الناس حتى تصل إلينا قام سلة من المكتهدين والداعمين يعني بجمع هذا التراث الشيخ طهر الجزائري ومحمد عبدو وكلهم قاموا بالطباعة النسخ الأولى ومطبعة بولق وقاموا بجهود عظيمة لحتى يصل إلينا هذا التراث فكنت يعني بعد هذا الكتاب كنت أقول لأصدقاء عندما أدخل المكتبة نعم هذا الكتب وصلت إلينا من بطون المخطوطات وحولت إلى الطباعة والتصحيح ومصححين عمالقة ومحققين كبار عبد السلام هروني الشيخ حمد شاكر ومحمود شاكر حتى تصل إلينا هذه الكتب لم يبقى إلا نقر يعني المادة التي بين أيدينا هي ضخمة كبيرة فالكتب متوفرة أقصد بها توفر الكتب الإلكترونية الآن في تطبيقات على تطبيقات بأسعار بسيطة تستطيع أن تقرأ نسخ شبعية من الكتب يعني ليس النسخ المصورة فقط اللي يبقى هو الذي يصارع الكراء هو ضغوط الحياة المعاصرة المتسارعة كل المال أحيانا أنه يجعل نصرف معظم أوقاتهم للعمل لتوفير الضروري فيجعل للناس أوقات القراءة ضئيلة لكن مع بعض يعني لا يخلو إنسان من أوقات فراغ ويعني يضحى في أشياء ترفيهية يعني لو خصص وقت لهذه القراءة لأنها هي الفرصة الوحيدة يعني لتنمية العقلية ما تقرأه ومن تقابلهم من أشخاص لديهم تجارب في الحياة يعني كيف ستستطيع أن تطول من تجاربتك وأنت لا تقرأ أو تقابل أشخاص أصحاب تقارب عميقة وتقارب فكري أو تقارب حياتي يعني أنت تقر حياتك فيها نوع من أنوع القدب يعني إذا نعم أستاذ محمد في الماضي كان يجري السؤال كيف نقرأ كتابا وفي كتاب كتبوا في هذا المجال مثل آدلر وغيره وربما كتب هذا الكتاب في زمن لم تكن فيه تكنولوجيا الآن كيف نقرأ كتابا في عصر التكنولوجيا مرة أخرى إذا استطعنا أن نتخلص من هذه الضغوط منصخ بالتكنولوجيا ضغط الحياة ونخصص وقتا فما الذي تنصح به من أجل اختيار أولا كتاب جيد ثم من أجل البداية بالقراءة بأي طريقة تنصح أن تكون يعني أول سؤال هو البحث عن أسئلتك يعني ماذا تريد أن تقرأ تريد أن تقرأ في التاريخ تبدأ تلحظ في كتاب في التاريخ في الموضوع الفلاني أنا أريد أقرأ على صورة فرنسية ممكن أبدأ بتاريخ موجزة صورة فرنسية حتى أعرف العصر والأحداث أو عن صورة يوليو أو تاريخ أحد الأفكار الإسلامية وتطورتها أو أحد العلماء السؤال هو الأول هو الذي يدلك على كتاب يعني عندما تحدد السؤال بعد ذلك سنستطيع أن نحدد الكتاب ثم بعد ذلك نحدد كتاب ممتع ومفيد وكتب موجودة ممكن استشارة المهتمين أو البحث عن كتاب مفيد تريد أن تقرأ أدب هناك الروايات هناك الشعر وهناك كتب شرحة الشعر موسوعة الأستاذ عارف حقاوي خمسة مقلدات في قطف أهم الأشعار العربية على تقلق الشعر وتجدد الشعر قد تكون مقدمة لمن يحب الشعر إذا وجد الكتاب الممتع والمفيد ويخصص له وقت أنا لا أقرأ بدون قلم أحب أن يكون بين هذه قلم وصاص أم حبر الآن أصبحتم أتهور يعني قديما كان قرر المسلس وللآن أدون لأنه أريد أكتب ملاحظاتي على كتاب وإذا أقرأ إلكتروني أسجلها في نوتس على الجهاز أو في دفتر خارجي حتى أربط ما بين معلومة ومعلومة أحيانا الكتب تربط بينها بعضما يعني عندما كنت أقرأ مذكرات خالد محي الدين هو كان مشهور أنه واحد من القل كانوا أشعيعين داخل الضباط الأحرار في مصر فقال أن هذه المذكرات التي وصلت بينها مرت بمراحل عديدة كان كتبها في كراسة زرقاء وأودها عند أصدقاء وقال أنه مرت بمغامرات كثيرة حتى لا يحصل عليها أحد ويكشف هذه الأسرار هو واحد من ضمن الناس الذين كانوا يحكموا في فترة ما مرت المعلومة ومرت الأيام وقرأت في مذكرات لواحد مصري مهم وسياس اسمه البير إريي وهو اليهود المصريين القل الذين يظلوا في مصر فأتى على ذكر خالد محيد الدين لأنه كان يعرفه وقال نعم هذه كراسة زرقاء عندما رحنا إلى فرنسا وذهبنا إلى هناك كانت معه وأودعناها عند فلان الكاتب وأدخلناها إلى مصر عن طريق أحد المؤتمرات من أحد القصوصة وأكمل لقصة التي ذكر الشق الحوال منها خالدنا أن هناك كراسة زرقاء فأنا أكملت الرواية بكتاب آخر يعطيني المشهد بتفاصيل أكثر لشخص كان شهد عيان وهكذا تكمل الرواية لإما بنفس طريقة ضرب الروايات لإما تكمل الرواية فتكون صادقة أو تنفيها فلذلك يقول كيف نضمن أن هذا الكلام صحيح بوضع شهود العيان نفس الروايات والمقارنة بينهم يعني مذكرات عبد السلام جلود التي صدرت مؤخرا تحكي عن أشياء في تاريخ العالم العربي يمكن مقارنتها بمذكرة فروق الشرع في بعض الأشياء الذين هو كان شاهد عليها فهنا نأتي إلى الاختلاف والاتفاق فالبحث عن الكتاب الجيد المفيد الممتع والبحث عن أسئلات ماذا تريد أن تقرأ؟ تريد أن تقرأ عن تاريخ العالم مهتمة بالسياسة تريد أن تفهم السياسة تريد أن تقرأ في تاريخ البلدك التي تعيش فيه أو أحداث التي يمر بها مثل تاريخ فلسطين وما مرد به أو أحداث في تاريخ مصر أو مهتم بعلم النفس والتحليل النفسي هناك مقدمة موجزة في علم النفس أو هناك كتاب يرد على الخرافات في علم النفس قد يكون هذا هو الذي تريد أن تبحث عنه فإذا وجدت السؤال قد يساعدك على الحصول على الإجابة وتجد المناخ بعد هذا الأعوام من عملي في القرآن أنا أعتبر أحيانا عمل هو أن أقرأ على أي حال أقرأ في القطار إذا كنتم في مصر وأقرأ أحيانا في البيت أو في المواصلات أصبح الشاغل وهذا صاحب يقول لي المكتبة والكوب الشاي والقهوة قلت له هذه التقوس يعني تقوس المقتدئين أنا لم أعد أتعامل برومانسية مع هذه الأمور أصبح الهم من نسباني وأنا أقرأ متغع أو أقرأ وأنا أنا أريد أن ينتهي الكتاب بالنيادي وأستفيد منه بأي طريقة ممكنة إذا كان في طريق أو في عيادة وأنا أنتظر وننسب منذ قريقا يقول أقرأ الانتظار فعلا أنا أقرأ الانتظار لك أحمل الكتاب معي وأنا ذاك في أي مكان أخاف من ملل أن أتورد في مكان وأنا لا أفعل شيء فهو الحل للكتاب جميل جدا جميل وهو خير صاحب من الأسباب نستمع إلى صوت عذب آخر ما رأيك نكسر هذا الحوار رمضان تجلى وابتسمى طبال العبد إذا اغتنمى رمضان تجلى وابتسمى طبال العبد إذا اغتنمى أرضى مولاه بما التزمى طبال النفس بتقوى رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طبال النفس بتقوى رمضان تجلى وابتسمى طبال العبد إذا اغتنمى أرضى مولاه بما التزمى طبال النفس بتقوى رمضان لا فضى فوق الله عبارة سنتي كيف يمكن أن يبقى وانت تعرف التحولات التي حصلت عند بعض المنشدين والمهتمين بالفن الإسلامي أو الفن الهادف كيف يحفظ على هذا الفن رساليا بعيدا عن كل المغريات التي تواجهكم أو تتعرضون لها خلال عملكم في هذا المجال بشكل دائم بجين اتصالات أو رسائل على المسينجر أو الواتساب من شباب يعني في مقتبل العمر أصواتهم جميلة وترى الصوت الحسن يعني بلاء من الله سبحانه وتعالى فإما أن يكون يعني بلاء حسنا أو بلاء لا مأو نقمى ولا يذب الله أقمى يعني بيقول لي أستاذ أنا صلي عم أنشد مثلا عشر سنوات خمس سنوات طيب يعني ما حدا يعرفني ولا حدا بيقالي شو عندك يعني الشهرة يعني الشهرة سبحان الله يعني النفس ترغبها فأول شيء سبحان الله كما قلت منذ قليل التمسك بتعاليم الحق سبحانه وتعالى الشهرة يعني كما قالوا الظهور يقسم الظهور فللظهور مغريات كثيرة إذا صار هو الهدف هو وسيلة لا أكثر إذا صار هو هدف فخرب الفن وخرب صاحب الفن فالشيء الآخر يجب عصرنة النشيد ألا يبقى في قوالبه العتيقة يعني أوكي التراث جميل ومطلوب ورائع ومكانه على الرأس من فوق لكن يجب عصرنة النشيد والغناء كي يعني يتقبله جيل الجيل الذي سيأتي وإلا ستخبو يعني سيخبو نوره يعني فأهم شيء نحن نسمي الكواليتي أنه يسجل في استوديوهات محترفة لا يسجل في استوديوهات يعني استوديوهات مبتدرة وكلما سبحان الله تقدم فيه شخصيا أنا تقدم فيه العمر أصبح أي إنتاج أريده كالذي يؤلف كتاب في مطلع أيامه أو سنينه الأولى يعني مندفع وهم يطلع الكتاب ثم سبحان الله يدقق يصير أكثر هم ليش؟ لأنه كلما عرف ماذا سيضيف؟ ماذا سيضيف؟ ماذا سيضيف؟ الناس يقول لي والله أنت مقل كثير يقولون سبحان الله أي عمل محترف تجد أصحابه يعني بالفعل مقلين في الإنتاج يعني لا ينتجونه كثيرا لأسباب عديدة طبعا منها الكلفة المادية للعمل غير محترف كلفة بسيطة العمل المحترف يكلف فلوس يعني مبالغ طائلة أحيانا خاصة إذا دخلنا بموضوع الفن تعرف اليوم لا يقبل أحد أن يسمع لازم يسمع وشوف الفيديو كليب أيضا مكلف وله تبعاته والكثيرة فليستمر يضف طبعا لتحديات الموسيقى أبدا تماما ليستمر هذا العطاء النظيف بين قوسين يجب مواكبة العصر اختيار الكلمة الجميلة التي تنافس ما يقدمه العدو صح التعبير عدو الفضيلة وعدو الأخلاق إلى ما هناك جميل الحديث بقية أستاذ هايسام أستاذ محمد عبد العزيز بعد فاصل قصير نواصل هذه الجلسة الطيبة على ضوء القمر مع الكاتب والباحث المصري الأستاذ محمد عبد العزيز والفنان والمنتج السوري الأستاذ هايثم الحلبي فتفضلوا بالبقاء معنا مرحبا بكم من جديد أعزان المشاهدين إلى هذه الحلقة على ضوء القمر مع ضيفين الكريمين الأستاذ محمد عبد العزيز الباحث والكاتب المصري والأستاذ هايثم الحلبي المنشد والفنان والمنتج السوري مرحبا بكم مرحبا بكم حياكم الله أستاذ محمد مودة الغربة الأنسو بالراحلين كتابان في السير الذاتية والمذكرات صدر لك مؤخرا وهما الكتابان الأولان على ما يبدو في حياتك الداعية هل تحدثنا عنهما ولماذا اخترت أن تكتب في المذكرات في بداية الحياة يعني أنا درست التاريخ في الجامعة وشعرت أنه هناك ندرس الأحداث التاريخية بالعصور وبتصنيفات مثلا تاريخ العصور الوسطى تاريخ الإسلامي لكن أنا مولع بالشخصيات ليس إيمانا بنظرية البطل في التاريخ الذي يغير كل شيء لأنه بلا شك أنه بدو أن البطل لا يتحرك بمفرده هناك الجموع والحشود والأنفار والجنوء يعني لكن على عكس نظرية البطل أنا مولع بقدرات الشخصيات لديهم بصمات وكاريزمة حكايتهم هنا كان المدخل فأحببت قراءة في التاريخ في سير الأدباء في هذه الشخصيات فبدأت أن أعيش معهم وقرأ منهم بدأت أشعر أنني أحتاج أن أسمع رواياتهم عن أنفسهم أو الذين كتبوا عن حياتهم يعني لم أكتب فقط عن الذين كتبوا سير ذاتي لا أهتم فن التراجم عموما كتاب المعاصريين والأدباء المعاصريين المحققين المستشرقين حين كتبت عن مترقمين لأنه أشعر أن المترقمين هذا يعمل في الظل دائما يعطي من عمره لمجهود شخص آخر فكتبت عن سامي الدروبي من حمصة الذي ترجم روايات دوستوفيسكي ومهر شفيق فريد ومحمد عناني الذي رحل عنا منذ فترة قليلة وقد ترجم لنا شكسبير وترجم لنا روائع من الأدب العالم فأحببت أن أعرف الناس بهذه الشخصة وأنا أعيش معها وأتأمل أذكارها وأقرأ عنهم فأنا كأنني أتكئ قبل أن أحكي روايتي وقصتي على هذا التراث من السير والمذكرات وأريد أن أعرف الأقواء عصرهم كيف كان يقع الأحداث عليهم يعني أنا أقرأ مؤخرا في مذكرات شفيق الحوت من يافا بدأ المشوار فأنا وقفت عند مشهدين مشهد الأول هو أنه كان أحد فروع العائلة هو فلسطيني موليد يافا لكن أعد فروع العائلة لهم فروع جزور في لبنان فأثبت له الجنسية اللبنانية لكن لم يكن يعطى له الجواز السفر يعني بصعوبة شديدة رفض وطرده المسؤول الأمني مرت السنين وهذا المسؤول الأمني أصبح يحتاج الصحافة التي أعمل بها شفيق الحوت وأن هناك هجوم عليه في الصحافة وقد نسي أنه رفض له هذا الجواز السفر وزار الصحيفة وطلب منه ثم بدأت حديثة ذكروا بهذه الحادثة أنت رفضت أن تصدر لي وأنا أقرأ يعني فرح لأنه لهذا البطل الذي يعني جاءت له الفرصة أن يقتنس من هذا من هذا الشخص الذي منعه من حقه في جواز السفر وحقه طبيعي واسمه ينتقل بعد ذلك ويقابل رئيس عبد الناصر ويتحدث معه في أحد الزيارات قابل هيكل وكانوا في شهر رمضان يعني فأتى إلى مصر وهيكل يعني كان لا يتوقف عن التدخين حتى في رمضان فعندما ظهر عبد الناصر شم وهو مدخن يعرف فشم رأحة السجائر قوية فيهم هم الأثنين في شفية فشفية يعني قال له ويبدو أنه متدين يعني فقال له وعدتهم من أيام الأخرى أنا على صفر يعني فعندي عزر لكن والله ما عنديش عزر الهيكل يعني يعني يبدو أن الصيام كانت شعيرة يحترمها عبد الناصر ويلتزم بها فقال لهم يعني فوق ما فيش وصائط ويعني ربنا يحسبكم على هذا الموضوع فيعني تلتزموا أفضل مهم يحكي لنا في المذكرات الأحاديث القانبية يعني هذه جزء من ضمن القصة فتعطي بعد إنساني يعني ليست سياسة فقط يعني يأتي بعد ذلك يعني يأتي بعد ذلك على التفاصيل في حزب البعث ومصر والخلافات لكن أنت تراها أولئي الشخصيات شخصيات إنسانية تناقش وتختلف ويكون لها رائع في هذا الموضوع هل كان لديك تنواف الشخصيات اختيار الشخصيات هل اخترتها بالبعد الزمني يعني أم أنك اخترت شخصيات في كل مجال في الأدب يعني ركست على شخصيات تاريخية لكن حاولت أن أوسع لم أكن حاول أن أقرأ عن تاريخ مصري فحاولت أن أقرأ من شخصيات من سوريا محمد كرد علي لدي مذكرات مهمة الشيخ علي التنطاوي عندنا من فلسطين مذكرات شخصيات كثيرة وليتسيف بما نحن حدث عن السفن والأدب فهو الذي كتب لنا مسلسلات تاريخية بديعة أبداً الكواليس كتابة هذه المذكرات كيف وضع الكثير من ظلال عمه في حياته وفي شخصية شيريكو عم صلاح الدين يعني كيف خلط بين الإنسان والكتابة التاريخية يعني أعطانا كثير من التفاصيل هذه لم نكن نعلم عنها إلا عندما يكتب مثل هذه المذكرات اللي يحكي لنا في مذكرته الشاهد عن تقربته في كتابة الرواية عن توقفه عن الشعر عن أشياء كثيرة فهذه هي فائدة المذكرات فلذلك بدأت أجمع هذه المواد التي كتبتها وكتشفت أن لدي مادة كتبتها في الغربة فلذلك كنت أشعر بمواد لهؤلاء وأنهم كانوا غرباء عني لم أكن أعرفهم هم عرفوني أنفسهم عندما قرأت وهذا سر تسمي موادته فهذا هو والآخر أني أنست بهم تحولت العلاقة أني أنست بهذه القصص فهم يعني الذي مر بتقارب صعبة وهذه أسئلة ويعني عندما عاد الأستاذ عبدالهب المسيري من أمريكا قال معلومات هذا الرغبة في أن يعلم كل شيء وهذا يصعب في حياة الإنسان فكيف واجه هذه الزئاب وهذه الزئاب قد تواجهك أنت فيواجه الواحد بنفسه فأنت تتعلم من تجارب الناس ما مروا به فأنت لا تكون بتقربة من السفر لا لكن وراءك تراث من تجارب أشخاص أخذوا طرق في الحياة ندموا على بعض القرارات حكوا عن بعض الأخطاء تفهم بها الكواليس لكن على مستوى الكتابة والقراءة أستاذ محمد تجد أن بعض الشخصيات اختارت الاعتزال مبكرا أو رأت في الاعتزال طريقا إلى إنتاج شيء كما تفضل أستاذك من الآن سواء على مصطوى النشيد أو الفن أو حتى الكتابة إنتاج شيء يستطيع أن يخلد أو تخلده الأيام ويطول به الزمان المسيري مثلا يضطر أنه يترك العمل في الجامعة حتى يتفرق لمشروعه الموصوع الضخم دكتور محمد عمارة رحمه الله رحمهم الله جميعا طبعا من قبلهم جمال حمدان أيضا ترك العمل الجامعي هل يستطيع اليوم ابن اليوم أن يترك العمل عمله اليومي الذي يعني يدخل عليه معاشا هذا سؤال يعني هو سؤال الأهم الآن الذي يتحدى أو يتصدى له الكثيرون في مسألة أنه يعني تكون متفرغا متفرغا لمشروع معرفي هؤلاء أفراد تفرغوا لهذه المشاريع وستطعوا أن يخرجوا بمحصلة علمية كبيرة نقرأها الآن لكن نحن في زمن أصبح من الصعب على الإنسان أن يترك عمله وأن يكون لديه فقط يعني تفرغ كامل من أجل كتابها يعني أنا أعتقد يعني أحيانا أفسر ذلك بالمزاق الشخصي لكل واحد يعني جمال حمدان مثلا لم يكن يريد أن يعيش في حالة اجتماعية برغم أنه حتى بعد ذلك انتبهوا إليه وحاول أن يزوره هيكل وأن يدمج ولكنه رفض فأحيانا هو بيكون الطبع الشخصي هو انصرف رأى بعض الفساد في الجامعة لم يستطع أن يتفاعل معه فقرر الاعتزال وأن يكتب المسير يظل أستاذ جامعي يعني تفاعل مع الطلاب للاحظات متقدمة في حياته وبقول أن كثير من الأسئلة الفلسفية والأفكار التي أتت إليه في الموصوع تولدت له في داخل قاعة المحاضرات فهو لم ينعزل أن الناس من أجل المشروع أنا مؤمن بأن الاستمرار في العمل في الحياة في إنتاج المشاريع هو قد يطور من مشروعك الإبداع يعني لا تعمل في الفرق أنت تكتب وتتفاعل وتقدم محاضرات تتفاعل مع الجمهور وتقدم محتوى ثم ترى الردات فعل عليه وأنا لست من المؤمنين بهذه الضر التي تظهر أو المثل التي تعمل عليها فتأتي رائعة بل أنه من كثرة التدريب والخبرة هي مجموعة أخطاء يعني هذا اللي يقول أنا داي خبرة يعني معنى الخبرة أنه أخطأ في هذا الموضوع عدة مرات حتى تتجنب هذا فأنا مع الكاتب الذي يقرب تقريب حتى كلمة التقريب موجودة في الفنون وفي النقب وفي الأدب أنه هناك إصدار كتاب ثم تحاول أن تعالجه بزاوية أخرى ثم تقول ليتني انتبهت لهذا الأمر في كتابي الثاني أنا هذا الطريقة التي أرى أنها أفضل وأكثر معقولة لدعوة الناس إلى أن يكتبوا يعني قرب في روايتك الأولى هذه الزاوية تحتقادت أن الكاتب يخطئ ويصيب وليس هو إنسان فوق الخطأ ويحصل له تراكم من التقارب من الخبرة حتى بعض الناس يراجعون أفكارهم ويعيدون كتابتها مرة أخرى قد يتراجع عن فكرة ما أو يتبنى فكرة أخرى وهذا جميل حتى يرصده في شيء نادر في السيارة الذاتية عندما أقدروا جدا الاعتراف بالأخطاء والتطور الفكري أن هذه الفكرة لم أكن مدركة ولكن أدركتها أنه لم أكن عبقري من اليوم له فهذا لو وجدت تكون رائعة نعم أستاذ هايثم مسألة وجود دعم حقيقي لهذه المشاريع الفنية هي مسألة مهمة زمان كنا بنسبة عن بعض المشاريع الدعم للفنانين العرب في برامج معينة اليوم كل دولة أصبح لها برنامج خاص بها أو كل جنسية أصبح لها برنامج خاص بها على صعيد الفن والغناء وما إلى ذلك لكن هناك قطاع واسع من الفنانين المبدعين الذين تحتاجهم الأمة أيضا بأصواتهم ومهاراتهم للأسف الشديد ليس لديهم حضور كافي بسبب عدم وجود ما تفضلت به في حديثك السابق من يدعم هؤلاء وإمكانيات يستطيعون من خلالها أن يخرجوا هذه الإبداعات الحقية التي تحتاج إلى تكلفة بشكل أو بآخر الطغيان لا يبقي ولا يذر ومن هذا الطغيان هو قمع كل ما هو نظيف بما فيه الفن يعني اليوم أغلب البلدان العربية للأسف والإسلامية ترزح تحت وطئة إما احتلال خارجي أو احتلال داخلي السيء يحتل مكان النظيف أبداً يعني هذه الأموال الملايين والمليارات التي تصرف على البرامج الهابطة لا تصرف على البرامج الجيدة ولا على الأشخاص الجيدين أبداً كله ليس صدفة أنا بالتأكيد ليس صدفة هي مؤامرة نعم هي مؤامرة هي مؤامرة لكل ما هو ناصع ولكل ما هو فطري دعم يعني نحن كأفراد أنت ككاتب أنت كمقدم أنا كفنان حقيقة نقوم بمجهوداتنا الشخصية أغلبنا هكذا للأسف لا دولة ترعى للأسف ولا داعم يعني قل ما تجد داعم بالمقابل أيضاً يوجد شيء هو سبب هذا التراجع هو عدم القناعة أصلاً في الفن العدو يصل إلى بيوتنا من خلال الأغاني الهابطة ومن خلالي ومن خلالي والمحسوبون على التيار الملتزم يرون في الفن أنه ترفيه لا يتعدى أكثر من ترفيه يعني نحن في سهرة مماثلة مثلاً كهذا البرنامج على محطة أخرى مثلاً لا تجد هذا الكلام أصلاً إذا كان في دولة عربية الأسف قد لا يرجو أن يقول هذا الكلام الفن هو يعني عصارة ثقافة هو ابن بيئته فعندما يتحول هذا الفن كما تحول في بعض الحقب الزمنية من خمسين سنة أو من أربعين سنة إلى قوة دافعة إلى الأمام يحارب وما زال يحارب يعني أعود وأقول لما بتجتمع الإرادة عند الفنان وعند الممول أنه يوجد قناعة تامة أنه هذا الفن يغير بعمل تريندات يصبح الفن الملتزم والنظيف والناصع له مكانة وله مكانة التي يستحقها بعض الدول منشد الشارقة مثلاً يعني جزاهم الله خيراً نوعاً ما يعني قفزوا لكن إذا قارننا ببرامج أخرى ببرامج ضعيف صراحة يعني أعود وأقول تجتمع الإرادة مع القروب الصحيح من الفنانين ممن عندهم قضية عندهم ميرات طيئة كيف يمكن أن تتحول هذه الأفكار إلى مبادرات حقيقية لماذا لا يوجد أجسام تجمع الفنانين العرب والمسلمين من الفنانين الملتزمين أصحاب الكلمات الهادفة والألحان الهادفة أنا قلت فكرة لعلي لم أكملها قلت أنه جنابك وأخي محمد وأنا نقوم بما نرغب ونحب بمجهودات شخصية لكن هو حقيقة أنا عندما أصطدم بعدة يعني عدة أعمدة وعدة جدارات عقبات عقبات أقول أنا أقوم بمكان ما يجب أن تفعله دولة يعني هذا الأمر يحتاج إلى دعم دعم دولة دعم نظام كما أن البرامج التي يعني تعادي الأخلاق وتتبنى النذيلة هي دعم دول حقيقة يعني كل برنامج وراء 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 ومحطة هذه المحطة وراءها دولة يعني للأسف أقول وهذا ليس يأسا نحن مستمرون بإذن الله ما دام فينا نفس لكن حقيقة هو يحتاج إلى دعم دولة دعم نظام نظام لديه مال لديه دعم لوجيستي لديه دعم في القنوات لديه دعم في المحطات يعني منذ أيام قرأت خبر مثلا سبحان الله يعني كان عجيبا هذا الخبر عندما صرح أردوغان أن الحملة الانتخابية الخاصة بالحزب منع فيها الميوزيك احتراما لأرواح الضحايا لو كانت مؤسسة عادية أطلقت هذه المبادرة لا أحد يسمع لها لكن رئيس دولة يقول هذه الحملة الانتخابية ليس فيها ميوزيك احتراما لضحايا الزلزال خلص انتهى الأمر المقولة المعروفة على يد الحاكم ما يقومه على يد الحاكم ما يقومه على يده سوى نسيت المقولة يعني يوجد سبحان الله فأنا أعود وأقول هذا الكلام يجب أن لا يدفعنا نحو اليأس والإحباط والانزواء في الزاوية وخلاص لا لا أبدا نحن بإذن الله مستمرون حتى يأذن الله بفتح قريب لهذا الفن أن يكون في مكانه الذي يجب أن يكون نعم إن شاء الله طبعا هذه مسألة ليست فقط على صعيد الفن حتى على صعيد العلم بالشكل العام أو المبادرات الاجتماعية القراءة والكتابة كان لديكم في مصر زمان كتاب الأسرة مثلا ومبادرات كثيرة الدول لابد أن تقف وراء هذه المشاريع يعني في الحقيقة وربما حتى لو كان هذا العمل منظما على أعلى تنظيم من خلال مؤسسات وكذا قد يكون يسود ثغرة ما من الثغرات التي تخلفها بعض الدول في عدم اهتمامها بالله والسيد محمد اليوم من الشغلات الجميلة التي نحن نلاحظها في الإعلام خاصة مع طفرة الإعلام في الألفية الحالية التي نعيشها أصبح هناك إعلام فوق تجاوز حدود الدول والأنظمة معينة وأصبح ناطقا باسم الشعوب إلى حد كبير وله اهتمامات كثيرة وأنواع معينة من البرامج لم نكن نستمع إليها من قبل مسألة أن تجري عملية نشر الكتب والمعرفة بطريقة جديدة للناس من خلال برامج وثائقية مذكرات أفلام وثائقية من خلال حتى بعض الحوارات التي نراها في كثير من البرامج حوارات تتم بين المذيعين والمقدمين وبين الشخصيات التاريخية ما أهمية هذا بالنسبة لك أنت كأعلامي وكاتب تعمل في هذا المجال أن تتحول المعرفة إلى مادة إعلامية بهذه الطريقة يعني أعتقد أنه لو مسألة الرهان على المطلقي فإحنا نطمئنا بسبب الأعداد يعني نقدر لأن نشوف أعداد المشاهدة على مواد جادة رصينة طويلة ليس قصيرة في مشاهد جاد في مشاهد يريد أن يعرف تاريخ البلد العربية يعرف تاريخ المنطقة تاريخ الأفكار يعني الأشياء التي تهتمت بها أنه ليس بس تاريخ رجال السياسة هناك المفكرين الذين يتفاعلوا ما هذه السياسة جمال الدين الأفغاني ورشيد رضا ومحمد عبدو وملك بن نبي وغيرها من وساط الحصري وغيرهم من هذه المفكرين المفكرين الكتاب لهم دور في تاريخ العالم العرب كمان تتبع أفكارهم ودورهم في المنطقة مهم المتلقي موجود المهم أن نقدم لهم الممتعة كمان أيضا تنافسك مستوى من الوثائقيات ومستوى من التحليل لدى القنوات الأجنبية أو حتى الشركات الأجنبية مستوى عالي فالعالم العربي لازم أن يواجه هذا بمستوى أعلى من الكتاب هناك وثائق مهم صدر مؤخرة عن محمد الفاتح مبهر إنتاجيا لأنه جمع بين الدراما وبين التوصيق التاريخ فهذا الطريقة أراها في العالم العربي قد تخرج لنا أفلام رائعة ويتفعل معها فالمتلقي موجود يظل هناك إرادة عندما يريد بعض المؤسسات أو الداعمين أو القنوات الدفع بالمنتج الجيد تجد الصدق فأنا متفائل في هذا الوصف أقصد أن رأيت أرقام أفكار وأفلام وسائقية كنت معها في المرحلة الأولى منذ أن كانت فكرة بين المنتج والأصدقاء والعملين ما رأيكم أنا؟ ورأيت أعدة مشاهدات قد تصل إلى نصف مليون هي فكرة وصرفت عليها مبالغة اليوم بعض البرامج باليوتيوب أو بالتطبيقات مثل بودكاست وغيره تتعجب عندما ترى حلقة مع مفكر أو مع متخصص في مجال ما ثلاث ساعات ساعتان لديهم تقريباً 2 مليون مشاهدة 2 مليون ونصف مشاهدة هذه تحول يجب أن تطمئن هذه الأرقام أن هناك متلقي ومشاهد لهذه الأشياء المتلقي يبدو أنه أصبح متلقياً بصرياً يعني يريد أن يرى ما يراه في الكتب ولكن وحتى في الكتب يعني حتى مثلاً في أعداد نشرات الكتب يمكن مثلاً عندما حكيت عن الدعم فمثلاً في الكويت كان لديهم مشروع مهم عالم المعرفة تنشر طبعة الكتاب بأعداد ضخمة ما زال مستمرة ما زال مستمرة ويقتنيها الناس لأن أصعر معقولة وأنها مدوعة وكتب قيمة ومفيدة وهناك هيئة استشارية فهناك استجابة له ترى ذلك في المجالات الثقافية كثير من الناس قرأت مجالات العربي واستفادت من أنا يعني أعرف أن المنافسة فشديدة ما بيني والذي يريد أن ينافس مع التفاهة أقول لأن القضية خاسرة من البداية يعني في النهاية هو سيقدم مادة أمتع وأخف منك المهم أن هذا الذي سيشاهد هذه المواد سيكتشف بعد ذلك خواء الكثير من المواد قدم المادة النافعة ولا تلتفت تحت ضغط عدد المشاهدات يعني أنا لن أستطيع أن أكون مسلي كبرنامج الكوميدي لكن أريد أن أكون مفيد وسيأتي لك من يقدر هذه المادة ويتفاعل معه فهو البدء بخطوات بسيطة واثقة بمادة أنا أحب الحديث عن الكتب فبدأت أحكي عن الكتب عن وسائل التواصل كنت أرى تفاعل الناس عندما نسألهم ماذا تقرؤون هذه الأيام تأتي ردود تصل إلى المئات الناس تقرأ برامج هناك من يقدمون تعريف بالكتب على وسائل التواصل هناك كتب تنتهي الطبع الأولى وتصدر طبع ثانية أنا مع تشجيع هذا الجو أنه قدموا للناس أشكرك على هذه الإجابية أستاذ محمد لأنه في الحقيقة نحن وقعنا في فخ من الصعب الإفلات منه أنه حتى ورثنا عن المستعمر الذي ما زال موجودا أنه إحنا أم لا تقرأ وأم تعبانا وبالتالي الناس تعزف عن الكتب وهذا كلام غير حقيقي هذا كلام نعم كذبة صدقناها ووقعنا في الفخ وما نزال نغالب لذلك تجد أسئلتي أنا في اتجاه هو كلام الأستاذ محمد في اتجاه إيجابي أنه لا ما تزال الأمور بخير نستمع إلى مقطع آخر نستمع إلى مقطع آخر فاجأتني يا رجل نسمات هواك لها آرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج دخلوا فقاراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا قوم فعلوا خيرا فعلوا وعلى درج العليا درجوا نسمات هواك لها آرجوا تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همج همج الله يجعلنا من اللي عرفنا الله من الله إن شاء الله أستاذ هيثم كنت قد سألتك في المرة السابقة عن موضوع لعلك لم تجبني عنه في موضوع أنه هذه المواهب وهؤلاء المبدعين الشباب وغير الشباب من أصحاب الفن الهادف الملتزم لا نجدهم في أجسام مؤسستية تستطيع أن تساعدهم هم يشكلون بطريقة أو بأخرى مبادرات أو مؤسسة ما يعني تقوم على شأنهم لماذا لا نجد هذا بشكل ورح؟ والله ويوجد لكن ليس لها صدى كبير والعائق الأول لديهم المال حقيقة يعني أنا عندما كان يحكي أخي محمد عن موضوع الكتب أنت تلوم التفائل يعني أنا أقول كل الخيبات التي نعيشها والله بشخطة ألم من نظام ما تنتهي يعني تتحقق كل الأحلام فهذه التكتلات تحتاج إلى دعم تحتاج إلى تمويل لحتى تستمر يوجد أنا لا أقول لا يوجد لكن تكتلات بسيطة صغيرة يعني الحياة وأعباء الحياة عندما يعني تتكالب على الإنسان سبحان الله ما عاد يركز في الأمور التي يعني يشعر أنه لا طائل كبير منها فيتبع المثل القائل إلعب واحدك ترجع راضي للأسف يعني هو يوجد تقصير أنا لا أحمل كل الحمل على الأمر المادي والجانب المادي يوجد تقصير في الجوانب المعنوية أيضا لكن حقيقة يعني لا يوجد يعني أنا 23 سنة لي في الإنتاج وأنا ولدت يعني في هذا الوسط يعني أكثر من 23 سنة هلا بتقول عني ختيار مثل ما قلت وراء الهواء في أقل من نص دقيقة يعني أنا أقول يعني يوجد جهود لكن تحتاج إلى دعم كي تبرز وكي يعني يخرج منها مخرجات طيبة أرجو أن تدعمنا بمقطع أخير بعد سؤال في أقل من دقيقة الأستاذ محمد هناك مبادرات جميلة جدا بدأت قبل فترات طويلة ماذا تقرأ هذه الأيام مبادرة جميلة أنا أحبها وهذه الأسئلة الاستكشافية أو استفزازية للمتابعين أيضا تجعلهم يتسألون بالفعل ماذا أقرأ هذه الأيام حدثنا عن أهمية المبادرات في دقيقة واحدة والله كان لنا نتجربة في هذه الفعالية قديما في أحد الجروبات المجموعة على الفيسبوك وتفاعل مع الناس وكانوا بالألاف ثم أتزالك ظل السؤال معي وأصبحت أشاركه كل شهر مثلا مع المتابعين على وسائل التواصل وكنت دائما أندهش من العناويين واختلافها من الأداب والرواية للشعر للتاريخ للفلسفة اختلاف الناس واهتماماتهم وأسئلتهم فكنت أجد فيها صور جيدة هين تصوروا مكتباتهم مكتبات عامرة في بيوت عربية كثيرة يعني ليست كلها لكن نتمنى أن تزيد نتمنى أن تكون هذا تحرك المياه القارية فذلك دائما أشارك برغبة للحديث وأنا في بلد ليس عربي فأنا أريد أن أتحدث مع الكراء العرب ماذا يقرؤون ويشاركون الكتب وأرى أصداء هذه الكتب فدائما الكتب التي أقرأها وأتناول أحب أن أحكيها في مقالات أو في مقاطع أو في تغريدات حتى أشارك الناس الأغلفة وتعمل نوع من التفاعل عندما يقول لواحد أنا قرأت الكتاب هذا بعد أن رشحته كان كتاب طيب أو جميل فأنا أشعر أنني كنت بمهمة جيدة أنا كنت بضوري أن دليت على كتاب جميل أشكرك جزيلا أستاذ محمد عبد العزيز الكاتب والباحث المصري أستاذ هيثم الحلبي الفنان والمنتج السوري شكرا لكم شكرا لضيوف الكرام على حسن المتابعة في حلقة هذا اليوم من على ضوء القمر نختم بمقطعا جميل من ضيفنا العزيز أحب لقى الأحباب في كل لحظة لأن لقى الأحباب فيه المنافع أحب لقى الأحباب فيه المنافع لقد نبتت في القلب منكم محبة كما أحباب فيه المنافع كما أحباب فيه المنافع كما أحباب فيه المنافع اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر